اسمي سالم موسى عيسى الكديكي الآن حاليا مفتش تربوي بنغازي أنت توقيع خرطيني إلى زمن بعيد فترة 37 سنة وقتها كنا طلبة أنا كنت طال في ملساة ثانوية وأذكر في ذلك اليوم هو كان يوم 4 يناير 1976 وقتها كنا طلبة ففي عند الاستراحة الفطور هي حوالي 11 شكية كانت 11 لاربع طبعا معروفة فكان فيه طالبة قالي راهوا فيه ناس جونة من الجامعة من طالبات طلبة يبدوا أنهم مبعوثين أو مفدين للمكان وشن القصة؟ قصة أنهم طلبة الجامعة خارجين مظاهرة معتصمين عليه أشياء سيرة فنلازم نمشون تضامن معهم ونلتعق بهم تفاصيل أو ليش والأسباب لا كنا نعرفين لأن طالب صراحة لكن الطالب الثلوي لا نعرفش تفصيلات لكن كخروج تضامن طالب مع طالب والناس عارفوا شباب فالتقينا وكان المنظر صراحة رهيب مدلي حوالي تقريبا طالبات من الجامعة وكانوا يحملوا صورة شيخ شدعو المغتار وكانوا خارجين في الأمام وكانوا يبدو تقريبا ما بين 3000 لأن الشارع كله مليان وبدأوا في في القاء الخطب ويعرفوا شنو الحدث معه فكانوا يحكوا طبعا على هذا القمر فعلي ما حدث معهم وفي الجامعة عرفنا نحن شنسير معهم في اليوم القبل كان فيه صدام ما بين الطلب وكان طبعا لأننا ما فيش وسائل الانترنيت ولا معلومات ولا كذا فسيرهم في مشكلة أساسة فجأة ويدون سابق انذار يعني لو وينا سيارات الجيش كان زمان الحرس الجمهوري وكان بالآمر على الجمهوري فقد طوقوا الميدان ويفاجأونا وبدون سابق انذار بدأت الضرب أول مرة نذكر الوقت نسمى الرصاص وكان يجاوب تسمى في المكان ميدان في داخل المدينة يجاوب الرصاص كان هو الضرب معناها على مستوى القلب والصدر إذن هذا ضربة متعمدة بعدين أنا عرفت مش في اللول لكن فيه وحدة وكانت محظوظ في ضربة الرصاص اللي في رجل لأننا زمان كانت في موضة بتاع الشباب نلبس الكعب العالي بعض من الأمام ومن الخلف فكانت الشباب يلبس الكعب العالي والمنطرول الواسع الفترة كانت موضة فيبدو أن الرصاص هذه لما دخلت خذت جزء كبير من الكعب فكانت سطحية بين الأصبعين في الرجل فهذه يمكن كانت حظ بالنسبة لي نابش وقعتني على الأرض وكان بدون أي طريقات تصعفات أولية فكان الدم ينزل ويجربية في الشارع إلى أن وصلت سيارة بعد ذلك كان يشاروني إلى المستشفى الجلا ودخلت على طول العمليات وانتشر حدث الطلاب إلى أن انتهى بعد سنة تم سجل بالحكم بالمؤبد من الطلاب وخلصت للعيان للناس جميعا إعداد مشنقتين في وسط الميدان بأشباب المشانق مثال الإطاليين أو الأمريكان في الأفلام القديمة وكيف ومش حد أشعرف تفاجعت الناس بأن المشانق موجودة وعلقوا فيها الأثنين فكانوا من تنفيذ حكم الإعدام هو محمد الطيب بن سعود وأمر دبو وجثة طولت إلى ست ساعات إلى الغروب تقريبا وكان أمر قاسي وصعب كان على الغازي وعلى الليبيين